السلام عليكم تتبعين الكرام مسخوط الوالدين يقتل والدته بورززات لتفاصيل أكثر يجب أولا أن تعلموا بأننا لا ننشر هذه الأخبار للفتنة ولكن لتعم الفائدة وكذلك لنزودكم بآخر الأخبار المغربية أوقفت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة ورززات زوال يوم أمس الثلاثة ثابع يونيو شخص يبلغ من العمر 23 سنة وذلك للشباف تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد في حق الأصول وعلم من مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبافي الذي كان نزيل مستشفى الأمراض العقلية في وقت سابق في منزل أسرته في حي تمسقلات بمدينة ورززات وذلك مباشرة بعد إقدامه على تعريض والدته لاتداء جسدي خطير باستعمال حجر مخصص للبناء تسبب في وفاتها نتيجة مضاعفات إصابتها على مستوى الرأس وأوضح المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبافي لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الجهوية للشرطة القضائية تحت إجراف النيابة العامة المختصة وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات والخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الجريمة ترجمة نانسي قنقر